تزامنا مع عيد المرأة العالمي وتثمينا لجهودها المذولة في القطاع التربوي توجت وزارة التربية عددا من الموظفات المتميزات بدرع المرأة العراقية خلال حفل بهيج جرا في مبنى الوزارة برعاية وزير التربية الدكتور إبراهيم الجبوري وحضور عضو لزنة الخدمات النيابية حسين حبيب ونخبة من المديرين العامين والموظفين قامت وزارة التربية بدل قسم شؤون المرأة احتفاليتها بعيد المرأة العالمي وتم تكريم الموظفات المتميزات والمتقاعدات لهذا العام تبوأت المناصب القيادية في مجلس النواب ومدرع عامين ووزيرات عامات هذه الاحتفالية تأتي بمناسبة يوم المرأة برتأة وزارة التربية عبر معالي وزير التربية وموظفين وكوادر وزارة التربية بتكريم هذه المرأة العراقية التي لها الدور الكبير والريادي في بناء المجتمع هذه المرأة التي تحملت الكثير رغم الظروف التي مر بها بلدنا إلا أنها كان لها دور مميز في البناء وفي القيادة وفي الإدارة وفي إدارة جميع مؤسسات الحياتية استعرض المكتب الإعلامي في وزارة التربية فقرات الحفلة الذي تضمن كلمة ألقها رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية الدكتور مزاح السامرائي نيابة عن وزير التربية أشهد فيها بالدور الفاعل للملاكات التربوية النسوية وما قدمته من عطاء خلال المسيرة التعليمية إضافة إلى تكريم 235 موظفة من ضمنهم المحالات إلى التقاعد طبعاً الوزارة لها دور ريادي في الاهتمام بالمرأة العراقية وخصوصاً عندنا قسم تمكين المرأة المدعومة للأمان العام مجلس الوزراء سنوياً يقيم هذا القسم الاحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي وبرعاية معالي الوزير يقدم الاحتفالية والدعم الاحتفالية وتقديم الشكر المعنوي وأحياناً الشكر المادي احتفالاً بالمرأة المتميزة ليكون لها حافزاً لبقية النساء ويكون لها الدور الريادي في بناء أسرة وبناء أيضاً مجتمع المرأة انصر مهم جداً في بناء المجتمع ونقول هي مكملة للرجل وتم تكريم من قبل وزارة التربية تم تكريم النساء بجهودهم وعملهم وتميزهم بالعمل فكان هذا دعم من قبل المعالي لنساء في وزارة التربية وجميع المديريات تم التكريم أيضاً يعني مو فقط في وزارة نفسها في مديريات كلية تصار تكريم للمرأة لإجتهادها بعملها لإجتهادها تميزها بالعمل مالتها أيضاً هي المرأة يعني ماخلة هواية مناصب لها دعم كبير من قبل الحكومة ومن قبل المعالي ببرنامج صباح الخير يا عراق حيدر جبار بغداد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر